مساهمة أحمد عز وعمر يوسف في التو باكس تريند طبعاً قد ترخرهم أنا بالنسبة لي هي باك واحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو الجزء التاني من ولاد رزق الجزء الأول من ولاد رزق تعرض سنة 2015 وحقق نجاح جماهيري كبير متوقع بسبب فريق العمل وفريق البطولة بالتحديد ونجاح نقدي وفني أعتقد أنه كان مفاجئ لأن الفيلم في الفترة دي سوق نفسه أو طرح نفسه كحاجة بتتبع موجة الأفلام الشعبية اللي فيها قدر كبير من البلطجة والجريمة والحاجات دي كلها ولكن في الحقيقة أنا شخصياً اتفجأت أنه كان فيه سينما كويسة جداً وكان فيه ألعاب زكاء كويسة جداً وكان فيه دراما كويسة جداً وكان فيه كوميديا كويسة جداً وكان فيه أكشن كويس جداً كان فيه مكونات كتيرة جداً متوازنة بصورة أعتقد أنها ما تكررتش بهذه الدرجة من الكفاءة من ساعتها وعلى عكس عدد كبير من الناس أنا كنت مرحب جداً بالأخبار اللي بتقول أنه فيه إعداد وفيه نوايا لجزء تاني من الفيلم لأنه شايف أنه هو يحتمل ذلك حتى لو ما كانش مخطط ليه من البداية لأن العالم بتاعه يحتمل ده ولأن شخصياته تحتمل ده ولأن الخطوط اللي تبنت في الجزء الأول تحتمل أن يتم استثمارها في أجزاء تالية وأتمنى أن إن شاء الله الفيلم التاني ينجح ويشجع صناعه أنه هما يروحوا الأبعد من كده كمان وأعتقد أن احنا ممكن ناخد إشارة لده من التريلر اللي كالعادة مشوفتهاش ولا مرة هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة فيلا بينا مش عايز حد بعد كده أتصرف من دماغه تقول ما احنا مع بعض لا حدش هيعرف يفرق بيننا لما ترزق هنبطل أمين 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 مين هوا؟ كل أدريس كل أدريس لأنك الرزق يبقى سود عين السيرة الأربعة أمين 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 موسيقى انت قد استعمل؟ ولا اعمل؟ لا اعمل؟ رافع اللي بيدي بقى اخواتك عشان اعرفك في شغل شغل صليم مفوش حوا مين وان ده؟ ده عطف الاصل يا ماشي انت معروضة الركان؟ ايه النتوان دي بقى راه دي فعلاء ايه؟ فعلاء تعزيم سلام طبعا بعلوم بي مسأل كده بيقول اللي معرفش السقر يشويه وانتو ما تعرفونيش وده غباء طيبة بقى طيبة بقى اولا الناس مش عايق ان انت مترجع على الحرام دين؟ تبا اخلع راس اول مجديد ولا كبه على جولف هو ايبال طيب وعبيد بس ده كهين بس عباس الجنو ده باشا خطر قوي ابسط حاجة عنده الاكل واهم حاجة عنده الفلوس وجيتلي الكبير الكبير يلام ولا لما؟ لانا اتفلت صاحب لانا اتبان جديد انا اتحضرت بس ده مش واحد مرياح انا غير العال دي خالص وانت يراك في الحوار ده والله انا رأي ان انتو جامدين قوي مش محتاجين يعني كل ده اوكي فيه حاجات عجبتني جدا بتحديد الاكشن الاكشن شكله حلو الحوار كمان اللي تم اختياره عشان يظهر معنا في التريلر شكله حلو وجامد متبني كويس بيعكس الشخصيات زي ما احنا فاهمنا من الجزء الاول بشكل كويس تركيبة جانب الشر والخط الرئيسي بتاع الحبكة ايه المرادي يعني مش حاضر اقول انه غامل تماما ولكن يلخبط شويتان يعني لما طلع اياد نصار انا حسيت انه هو بيحمل لواء شخصية شيربيني اللي عملها محمد لطفي في الجزء الاول والصراحة انا كنت اتمنى ان الجزء التاني كله على بعض ويتبني عليها لانك تبقى بصح اسست عارف انت اسست كده في التريلر من الجزء الاول للجزء التاني وبعد انطلع باسم الصمرة برضو مدي على شيربيني شوية عندنا شخصية بتاعة خالد الصوي والتحقيق اللي هو بيحققوا ده ولو انه شكله مش تحقيق حكومة ومحمد ممضوح كمان فيه اربعة الناحية التانية قريبة شوية اه تعمل مفصص انا اللي اسمعوا او اللي عرفوا ان المطرح ده مطرح مشهور والانفلوينسرز كلهم بيقعدوا هناك بس ما بيعزمونيش اعتقد عشان ما عندهمش بين سبورت وانا مستحيل اصهر في حتى ما فيهاش مانشاط كور اذا فاولاد رزق رسميا وبقيادة رضا وموافقته بيعودوا مرة اخرى للجريمة والمرة دي الخلط المقصود ما بين شخصية رجب وشخصية عاطف اتفك بقى خلاص بقى نعارفين ان رجب هو احمد الفشاوي وعاطف هو احمد داود المكان ده مكان غريب ومش عارف اذا كان بيبصلنا حاجة عن حقيقة شخصية خلد الصوي بس فتح كلام كده تواجد خلد الصوي في حد زيته شيء كويس جدا ومن الواضح ان هو واكل علقة كمان حلوة جدا التجربة البصرية بتاعت المطاردة دي بس اتمنى ان الفيلم يقدم لنا تبرير جوه احداثه ازاي عربيتين زي دول يعني يخشوا في مطاردة في شوارع مصر بشكل عادي كده لا حلو لا حلو والله قادرنا للم بجد يعني جامد داود ونفس يرجع بقى يمثل بقى دا الحاجات الغريبة اللي كان بيعملها دي وادي عودة تانية والمرة دي عاوزهم في شغل شغل سليم ما فيهوش عوق واحنا صدقنا بقى حفلة شبح حفلات دا فاستان دا فيوريس عمر يوسف بقى له كتير غايب مش عارف تلفزيون وسينما اعتقد كمان بقى له سنة دلوقتي سنتين بقى بما انه من رمضان القبل اللي فات لا فيلم ولا مسلسة اللي انا فاهم صح وده شيء محبط الصراحة يعني كان اتصور ان استنادا على ولاد رزقه وعلى هبتة وعلى الحاجات العمالة في التلفزيون المفروض كان يبقى في مكانة مختلفة تماما دلوقتي العدسة يا اياد يا نصار العدسة عيني وجعتني ليك يعني تعاطفا ما تعرفوش الصقر دي الشبه ما سألتوش على شربيني بس ما سألتوش على شربيني كانت قصعة جزال شوية من كينجزمن واسوأ تطبيق للبطل كاب تشالنج حلو العجن دا انا بحب العجن جدا وحلوة الحركة دي دي شفناها اول مرة فين فهنا وسرور اعتقد مع محمد امام بس المراضي مختلفة الزاوية مختلفة صوفي نار عشان ليه لأ يجرى له حاجة والله لو ما زعقلناش في كل تريلر على الاقل اه دي ظهور لخالد الصاوي في مشهد خارج مشهد التحقيق اللي كلها بنتكلم فيه يعكس انه بكل تأكيد اعتقد مش حكومة واعتقد ان هو جزء من المكيدة اللي جزء منها محمد ممدوح فهو الضحية لانه هنا مش مبتوح في دماغه وبعد كده عاوز حقه يعني وكده ده اقتراحي في القرية جبان طيب وعبيد بس دك وهين عباس الجن باسم السمرة كتير هما ليه كل شوية ماشيين بالتشكيل دوت بطاقمه مختلف بعيدا عن الهزار انا سعيد بوجود احمد عز في الفيلم وسعيد باللي هو بيعمله في الفترة الاخيرة الرجل بيكتهد جدا وبيتحسن فيلم عن فيلم وعمل عن عمل واعتقد ان بناءا على اجتهاده هو فعلا يستحق مكانته الحالية اتصور جدلا يعني على قمة هرم النجومية في مصر حلو ده بقى حبة الاكشن دول مع حاجة كده فيها ايه عنف مبالغ فيه يعني ده فيه فيه موت عنيف مين ده مين ده ده حد من ولد رزق يعني الدقن مدية شوية على عمر يوسف بس استبعت واو لو الجزء ده هيعمل تضحية بشرية عنيفة انه بتبقى منتهى الجرقة انا مش هخرج من هنا من غير فلوسي وبعدين ايه العلم اللي على اليمين ده سفير ده ولا ايه حكايته بالزبط فاعتقد ان الرجل ده ضحك على محمد ممدوح في حاجة في الفلوس وهو بيستعين بولد رزق عشان ياخد حقه تاني انا راضع زبالة حلو اللاين بقولكم فيه شوية لينز حلوين بصراحة هل نحن الآن نشاهد مشهد مقتل عطف تعذيب عنيف الدراعة بنية مبيتة ده مش اعظم حاجة في الاكشن يا ولا احب العنف جدا انا هل تواجد غدا عادل في الفيلم يستحق انه يبقى بروازل تريلر يعني المشهد اللي بعد اسم الفيلم علما بان الحوار اللي تبادلوه دلوقتي دوت لا في دراما ولا في كوميديا ولا في اي حاجة هو بس يعني هبا غدا عادل بس بقى فحبكتنا فيها عودة للجريمة وفيها استعانة من الزابط رؤوف بولاد رزق علشان عملية بتوقعهم في مشكلة على ما يبدو طبعا ما بتمشيش بشكل سليم ظهور من اياد نصار في شكل احد المجرمين او البلطجية ظهور لباسم الصمرة في نفس التصنيف غياب لمحمد لطفي ودور شربيني وده شيء مدايقني بصراح انا كنت عاوز يبقى موجود في الفيلم ده كنت عاوز يبقى الفيلن الاساسي بتاع الفيلم ده التأليف والسيناريو لصلاح الجهني والاخراج لطريق العريان نفس فريق العمل بتاع الجزء الاول بالاضافة طبعا لعودة كل افراد التمثيل المهمين بالنسبة لنا في انجاز اعتقد لان عشان تجمع الناس دول مع بعض بنفس احجام ادوارهم او مع تأكيد او منطقية ان المستحيل كلهم هتبقى ادوارهم على نفس المستوى او بنفس الحجم اعتقد ان ده شيء محترم جدا وفريق العمل كله يشكر عليه جدا والتشكيلة دي مع الجوانب اللي بينا من التريلر بتخلق عندي انا حالة من الترقب مرتفعة جدا وبعيدا عن التريلر لو بس على صمعة الجزء الاول فانا نسبة ترقبي للفيلم اللي حيطيرد ان شاء الله فيه 8 اغسطس معاد حلو وكويس نكون خلصنا من الموال بتاع الفيل لازرق 2 والكلام ده كله نسبة ترقبي هي 10 من 10 تقريبا انا يعني ممكن يكون عندي بعض التحفظات في فكرة ان جوانب الشر في التريلر دي متعددة ومش واضحة قوي ولكن ما تخلينيش اخاف تخليني بس استغرب المهم دي نسبة ترقبي وده انطباعي الاهم منهم نسبة ترقبكم وانطباعكم ياريت تساهموا بيهم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجهلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي اشتركوا في القناة